اشتركوا في القناة 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 من يأتي من كنا بفاحشة المبينة يضاعف لها العذاب ضعفين تبقى تترجم ايه مرتين احنا عايزين بقى العبقرية بتوع شيوخنا ينفزوا الرجم ايه مرتين وده هيحتاج منهم ان يكونوا قليها ليه لان عشان ارجم مرتين هعمل حاجتين الاولى ان انا ارجم وبعد الرجم يموت وبعدين يحييه اللي بقى اللي بيأمن على عقوبة الرجم لازم يحيي المرجوم من موته ثم يرجمه مرة اخرى ليموت وقال لك ايه يا ابا انت كذاب وده مستحيل نيجي كمان على القرآن وهو بيتحدث عن المرأة جاي عليها في سورة المدح على فكرة افصلوا بين التراث في اسلامين اسلام القرآن واسلام موازي اسمه اسلام التراث اسلام القرآن بيقول ان المرأة كانت مالكة واسمها بالقيس والقرآن اسنى ايه اسنى عليها ودعالوا كمان القرآن اباح للست انها تخطب وتحب وتجيب اللي بتحبه لحد البيت وابوها اللي يخطب لها فين في قصة موسى وجدوا موسى سقى لهم قعد قالوا له يا ابتي في راجل قوي امين قوي امين يعني ايه كلمة قوي امين قوي البنية الجثمانية بتاعته وايه احنا عايزينك تشكره كان خلاص هو الراجل ساعدك وبتاع لازم ترجعوا البيت تقول لابوكو كده فابوهم قال لهم ايه هاتوا فرجعوا له تاني ها شوف اقول لك المرأة عورة وخروجها من بيتها جريمة وقال العلامة ابو بسحاق الحويني اعلم اهل الارض بالحديث ان المرأة من اخمص قدمها الى من بات شعرها عورة فلا تخرج والبخاري قال كده قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان ابليس قاعد فاضي للستات طب الراجل ايه السبب يا عم قصتها شهوة جنسية طب والرجالة المسيرين يعني الراجل ما فيش رجالة فيهم اسهارة للستات ولا هي اسهارة من الست بس الست هي اداة استقبال بس بس فجي البخاري بيقول لها خرجت من بيتها ده عورة والشيطان قاعد عالطريق هتبهدل المجتمع فعملوا ايه اعادوها في البيت بتخرج اشتار نشوف ابنتي شعيب ولاد مين دول ولاد نبي اللي هم قدوا في القرآن مشوا راحوا قالوا له ان ابي يريد ان يجزيك اجر ما سقيت لنا وبعدين يمشوا معا ويرجعوا البيت تقوم البنت تسأل سؤال تدبروا الايه كويس قالت يا ابا تستأجر ان خير من استأجرت القوي والامين استأجره يعني شغاله عندنا بايه بأجره المفروض الاجابة من الاب في القالة بعدها تكون ايه اني اريد ان استأجرك صح القالة بعدها اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هتين فهمتوا حاجة لا هو الراجل بقى فهم شوف التقدم شوف بقى المجتمع القرآن ايه الراجل فهم ان بنته عندها رغبة في موسى لانها مدحت قوته قالت قوي امين ومدحت سلوكه فقال اني اريد ان انكحك احدى كمان ما قالوش البنت اللي كلمت احدى ابنتي هتين عشان كمان ايه بقى ما اهضمش حقه في ان هو يختار مجاز دي مش عجبه مفيش توقفك نفسي بينهم مش ببلاش على ان تأجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك تعالى كمان نشوف وضع المرأة في القرآن ان لا نضيع عمل عامل منكم من ذكر او انسى يبقى الذكر وكمان تعالى شوف القرآن يقول ايه وليس الذكر كالانسى انتوا تعرف كتب التفسير عكسة الاية لو ربنا هنا عايز يميز الذكر كان قال وليست الانسى كالايه كالذكر وما قال ايه وليس الذكر كالانسى يبقى مين اللي مميز الانسى بس هم عشان مجتمع ذكوري وفقهاء ذكوريين وانا اشبت ان اللي تصدوا للعلوم الدينية انهم مصابون بعيب خلقي بعيب خلقي هو ايه ان منطقة العقل عندهم في الاعضاء التنسلية لانها لو في هنا سبحان الله ما فيش فتوى يا اخي فتوى قال لما يعشروا الستات فيها كده ليه مش عارف كنت بقول بسأل ده الحد ما احدى دكتورة عملت بحث في مركز القوم البحث الجنائية والاقتصادية والاجتماعية عن الهوس الجنسي عند رجال الدين والمشايخ والقناة اللي اسمها ناشولال انجليزي اه هي دي القناة دي عاملة بحث عن كت عاملة بحث عن الكذب مين اكثر تواقف وعملا مش في مصر بس في العالم كله مين اكثر تواقف الناس كذبا طلعوا رجال ايه طلعوا رجال الدين مش السياسيين يا لا رجال الدين اشدوا كذبا منهم ليه بقى لانه اصلوا عنده الفتاة وعنده دكان انت عايز الفتوى ايه حلال ولا حرام على قد ما مكانتك الاجتماعي هنديك بس تعالوا كمان نشوف البخاري واسهاءته للانبياء سيدنا سليمان كان قاعد في يوم فحلف مرة كده والله لاجيب النهاردة ميت ولد ونسي يقول ان شاء الله واللي قاعد ما قال له يا رجل تبقول ان شاء الله فبعدين رح طاف على ميت واحدة خد بالك اليوم ساعتها برضو مش عارف كان كم ساعة هو في نفس الليلة في الليلة لف على ميت انسة يعني كان سليمان اللي كان عنده ملك الارض كلها قاعد فاضي لمين لميت واحدة ستة دخل لهم كلهم وربعة فللأسف عشان نسي يقول ان شاء الله جاب نصر ولد هذا الحديث في صحيح البخاري صحيح كتاب ومية طب كل علاقة خدت وقت ادي ايه عشر دقايق في مية بكام